أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار. ينضم إلينا من موسكو الباحث الروسي في العلاقات الدولية. فلاديمير سوتنيكوف. سيد سوتنيكوف أهلا بك. كيف كانت ردة فعل الشارع الروسي على العقوبات الأمريكية والدولية على روسيا بسبب الغزو؟ وهل بدأت هذه العقوبات برأيك تنعكس على الواقع الروسي؟ في الواقع أعتقد حسب علمي أن ردة الفعل للناس العاديين في شوارع روسية ليست مهمة جدا فيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها الدول الغربية. أعتقد أن هذه العقوبات لن تؤثر فورا على الحياة العادية للسكان الروس. بل هي تستهدف الأسرياء ذات السلطة الكبيرة. وعلى أي حال نحتاج إلى وقت قبل أن تفعل العقوبات فعلها على الأرض. الأرقام القادمة من أوكرانيا سيد سوتنيكوف تشير إلى أن الخسائر الروسية بلغت حتى الجمعة بعد الظهر حوالي 80 دبابة و500 عربة مصفحة و10 طائرات و2800 جندي روسي. ما هي الأرقام الروسية الرسمية؟ وإذا صحت هذه الأرقام فكيف ستنعكس برأيك على السلطة في روسيا وعلى هذا الغزو الروسي لأوكرانيا؟ في الواقع للأسف ليست لدي أرقاما رسمية ليست لدي معلومات في هذا المجال. ما هي الأرقام التي تعلن عنها الحكومة الروسية؟ لا يمكنني للأسف أن أجيب عن السؤال ليست لدي هذه المعلومات أعتذر. في حال صحت هذه المعلومات ما سيكون أسارها على النظام على الرئيس وعلى الروس بشكل عام؟ أعتقد أن هذه الأرقام لو كانت صحيحة. لا أعتقد أنها ستؤثر على موقف الناس من الرئيس بوتين. لقد أيضا نظرت إلى الاستطلاعات المستقلة بوكلات مستقلة تظهر أن أكثر من خمسين بالمئة من سكان روسيا يدعمون هذه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. أهداف الرئيس الروسي ولكن لا نريد دخول في مسألة التظاهرات التي شاهدناها في شوارع موسكو وشوارع مناطق أخرى في روسيا. وعملية الاعتقال التي طالت أكثر من 1700 شخص. على كل أهداف الرئيس الروسي في أوكرانيا أصبحت واضحة بحسب المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين. وهي الإطاحة بالنظام الديمقراطي في أوكرانيا وتدمير القوات العسكرية هناك. واحتلال هذا البلد أو تحويله إلى بيلاروس أخرى. واستعادة النفوذ الروسي في الجوار أو استعادة الاتحاد السوفيتي. هل برأيك الرئيس قادر على تحقيق ذلك؟ وكم يحتاج إلى وقت؟ وماذا لو وجه بمقاومة شديدة؟ في الواقع فيما يتعلق بالاحتجاجات أو التظاهرات. أنا لم أرى أي التظاهرة في موسكو. أما فيما يتعلق بتعليقك فيما يتعلق بهدف روسيا هو تحويل أوكرانيا إلى بيلاروس. هناك الكثير من عدم الدقة. هدف العملية منذ البداية وهي بدأت منذ يومين فقط. تقضي فقط باجتثاث النازية عن القادة في أوكرانيا. لتصبح أوكرانيا دولة محايدة. من دون نشر صواريخ تابعة لحلف شمال الأطلسي على أراضيها. كذلك أفترض أو أعتقد أن السلطة الأوكرانية تريد أن تضع حدا للتفاوضات السلمية. الرئيس بوتين قال إنه مستعد لإرسال وفد إلى مينسك للقيام بمفاوضات سلمية. ولكن كييف لا تريد ذلك. أنا أعتقد أنه بعد بضعة أيام ستبدأ ربما بعد المفاوضات. طيب نقطة أخيرة واختصار برأيك. هل يمكن أن يكون قبول روسيا التفاوض مع أوكرانيا بعد تصريحات المسؤولين الأوكرانيين. بقبول التفاوض للوقوف على الحياد مخرجا لإنهاء الحرب ووقف اللجوم الروسي؟ نعم أعتقد أن هناك حل. وأعطيك بعض الأمثلة المتعلقة بسيناريوهات الخروج من الأزمة. أولاً، إن لم يكن هناك حل سلمي لهذا النزاع. هذا يعني أن أوكرانيا ستستمر في سياساتها. وربما عندها تنهار الدولة الأوكرانية من دون أي ضغط نوسي. هذا سيناريو سلبي. أما السيناريو الإيجابي. فهو أن توافق أوكرانيا على التفاوض مع روسيا. وعندها قد نصل إلى هدنة على الأرض. وعندها ربما تحصل أوكرانيا على ضمانات. فلاديمير سوتنيكوف البحث الروسي في العلاقات الدولية من موسكو. شكراً لك.